بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين الإخوة والأخوات الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى في محكم كتابه العزيز وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أتقدم في البدء بالشكر والتقدير للإخوة في الرابط الإسلامي العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية على رعايتهم وتوليهم إقامة هذا المؤتمر الإسلامي السنوي الهام وحرصهم على إتاحة الفرصة لأصحاب الرؤية والفكر للقاء والتحاور في موضوعات أساسية تخص شؤون المسلمين بشكل عام وشؤون المسلمين الأمريكيين بشكل خاص إخوتي وأخوات الكرام إن أمتنا الإسلامية التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله تعالى وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَةً قد تشكلت في ظروف تاريخية حساسة لتعبر عن مسار بشري واعد شعاره التوحيد لله والعدالة الإنسانية وإشاعة السلام وترسيخ المودة والرحمة بين الناس وتكريس الوسطية والاعتدال في التفكير والسلوك في كل مناحي الحياة وهذه أمور واضحة لكل من يتخذ من هذا الدين معتقداً وشرعةً ومنهاجة قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجة ومن هنا يتوجب التأكيد للجميع بأن ديننا الإسلام يجسد عدداً من السمات والخصائص الراسخة فالإسلام ليس ديناً جديداً وإنما يمثل امتداداً لكل الأديان السماوية الحقة التي مثلها وقادها أكثر من 124 ألف نبي ورسول منذ نبي الله آدم عليه وعلى نبينا وآله السلام حتى نبينا وقائدنا الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء بعثوا بأمر الله لإرشاد وهداية الناس وإيجاد الصلة بينهم وبين الخالق العظيم معرفةً وعبادةً وتفسيراً للحياة وما قبلها وما بعدها بلطف إلهي وعناية ربانية قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليه ولذا يؤكد الإسلام بأنه امتداد وتراكم وخلاصة لمسيرة هؤلاء الكرام الذين لا نفرق بين أديانهم وكتبهم ورسالاتهم في الاحترام والتقديس ولا نجد تقاطعاً معهم فالمعيار الإلهي الذي يميز الناس عن بعضهم هو البر والتقوى والعبودية الخالصة لله والطاع الواعية لرسله وكتبه وملائكته واتباع صراطه المستقيم قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه الرؤية الدينية الواضحة هي التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً بمعنى تكونوا شهداء وأمناء على هذا الخط الإلهي والامتداد الرباني بكل مسؤولية ووعي وإدراك ليشهد لكم رسولكم الكريم بالأمانة والصدق والفلاح والتوفيق في الحفاظ على هذا الإرث والتراث والامتداد السماوي إن الإسلام وكما هو واضح من جذره اللغوي دين ملءه الرحمة والسلام والقص والعدل والإحسان وهو الدين الذي لا يقبل لأتباعه بالإثم والعدوان اتجاه الآخر مطلقاً سواء المسلم أو غير المسلم فالإنسان في خطاب القرآن الكريم على ثلاثة مستويات التناجي والتعاون والتعامل بمعنى أولاً التفكير والتخطيط للعدوان يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ثانياً التوجيه بالتعاضد والتعاون في معرض الخير والنهي عن ذلك في معرض العدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثالثاً الفعل والعمل وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحتة لبئس ما كانوا يعملون إذ يؤكل سبحانه نبذه للعدوان بالقول إنه لا يحب المعتدين إذن لا يحق للمسلم البدء ولا التفكير بالإثم والعدوان ولا الإضرار بالآخر في أي مرحلة من مراحل حياته إلا أن يكون في مقام الدفاع عن النفس والحفاظ عليها في موارد استثنائية ومحددة ومشروطة بشروط دقيقة جداً كما إن الإسلام يجل ويقدر كثيراً التعقل والتدبير والتفكر والتعلم والاهتمام البالغ بالعلم والعلماء والمعارف مما يجعل المسلم في تعارض مع الجهل والخرافة والتخلف وهذه السمات الملازمة للإسلام يجب الالتزام بها من قبل المسلمين عبر المشاركة الفاعلة في إعمار الأرض وفي الاكتشاف والإبداع في العلوم والمعارف إلى جانب نظرائهم الآخرين من بني البشر وشركائهم في الحياة على وجه البسيطة جدير بالذكر أن الإسلام يؤكد دوماً على اتخاذ طريق الاعتدال منهجاً في عموم المواقف ومراحل الحياة ومن هنا فإن لزاماً على المسلم أن يكون معتدلاً متوازناً في مواقفه بأزاء الماضي والحاضر والمستقبل من حيث المرونة وعدم الجمود على معطيات التاريخ وعدم إهمال الحاضر أو تجاهل المستقبل فلا يناسب المسلم أن يكون غارقاً في أمجاد الماضي تاركاً حاضره ومسؤولياته ومهملاً لمستقبله ومتطلباته ويجدر بالمسلم أن يكون أصيلاً في تراثه وجذوره ومجدداً في وجوده وحضوره متأملاً في مستقبله وما سيقدمه للأجيال القادمة كما يجب عليه أن يكون متوازناً بين التزاماته العبادية والدينية والروحية وبين متطلباته المادية والجسدية والمعيشية فلا رهبانية في الإسلام ولا مبرر للمسلم بالتخلي عن طلب المعيشة والإفادة من طيبات الحياة وملذاتها المشروعة قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إن هذا التوازن الدقيق يمنح المسلم القوة والعزيمة والإمكانية الكاملة للاندماج والتأثير في شؤون الحياة كافة وطلب خيراتها في الدارين الدنيا والآخرة بمنهج إيماني وإنساني قويم قال تعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة من هنا أدعو إخوتي وأخوات المسلمين الكرام في الولايات المتحيدة وأذكرهم بالآتي أولاً التآخي والوحدة والتآلف والتكاتف فيما بينهم بعيداً عن الأطر المذهبية والتعصبات الفئوية الضارة إنما المؤمنون إخوة ولا كلام فوق كلام الوحي إن الآخر غير المسلم لا يرانا إلا كتلة واحدة بعقيدة موحدة وهذا يجب أن ينعكس تماماً في أفعالنا وأقوالنا وعلاقاتنا فيما بيننا من جهة ومع الآخر في التعامل والتعايش والشراكة الإنسانية من جهة أخرى ثانياً إزالة الأوهام والتشوهات التي تعرض لها الإسلام بفعل فئات قليلة متطرفة وأجندات معادية من خلال التعريف بالإسلام الأصيل ومعالمه الرحمانية والإنسانية والمعرفية الناصعة لنكون بذلك خير سفراء لنبينا عليه وعلى آله أفضل السلام ثالثاً استثمار الحريات والفرص والإمكانيات المتوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الإسلام والمسلمين من خلال اندماج المجتمعي والالتزام بالقوانين النافذة والتعايش السلمي من نافذة المواطنة الصالحة والأدوار الفاعلة والواعية رابعاً إن النخب المسلم الأمريكي يجب أن تكون صاحبة بصمة وتأثير في دوائر القرار المجتمعي والسياسي وأن لا تنغلق على نفسها ومحيطها وننتظر دوماً أن نرى بصماتكم العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية في الولايات المتحدة وانعكاس ذلك على العالم خامساً الحفاظ على الهوية الإسلامية الأصيلة للمسلمين في الولايات المتحدة سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين أو مقيمين من الرجال أو من النساء أو الأطفال أو الشباب أو الكبار وعقيدتنا التي لا تتعارض مع التعايش والاندماج والشراكة مع الآخر ونضاعف التمسك بهويتنا إن ذوبان الهوية يساوي انعدام الجذور ومن لا جذور له لا احترام له من الآخرين فالأصيل ليس كالتابع والمبدع ليس كالمستهلك إن كونك مسلماً ملتزماً بهويتك الإسلامية لا يتعارض مع كونك مواطناً أمريكياً صالحاً وفاعلاً في محيطك العام ومثل ما استطاع الإنسان المعاصر أن ينمي روح المواطن المسؤولة تجاه بلده وشعبه فعليه أن ينمي روح المسؤولية العالمية الحريصة تجاه العالم والكون وما يحتاج إليه من رعاية إنسانية تجاه متغيرات البيئة والمناخ وغير ذلك من الاهتمامات العالمية الكبرى فمن خلال تنمية المسؤولية العالمية لكل واحد مننا سنتمكن بالتأكيد من تعزيز النظرة الشمولية لتلك المبادئ السامية والنبيلة في الأديان والشرائع لدينا في العراق تجربة رائدة في مواجهة التطرف والإنغلاق من حيث الأحداث والمعطيات التي تولدت خلال عشرين عاماً الماضية فلقد استطاع العراقيون أن يتحرروا من نظام شمولي ديكتاتوري نحو نظام ديمقراطي تعددي عبر تحررهم من الانغلاق والتطرف والانفتاح على العالم فقد استطاع العراقيون أن يبنوا عملية سياسية تشترك فيها جميع مكوناتهم الاجتماعية على اختلاف أعراقهم ومذاهبهم الدينية والفكرية من خلال اعتمادهم على مبدأ الاعتدال والوسطية والحوار الدائم مع الآخر المختلف لقد واجه العراق وأعتى جماعات التطرف والانغلاق من خلال حربه النبيلة ضد جماعات القاعدة التكفيرية مطلع القرن الحادي والعشرين كما واجه تنظيم داعش الإرهابي وانتصر عليه بإرادته الإسلامية السامية وقيمه الأصيلة الراسخة واليوم يمضي العراقيون نحو إكمال مشروعهم في البناء وتعزيز فرص العمل والحياة الحرة الكريمة لجميع العراقيين بلا استثناء لقد تمكن أتباع أهل البيت عليهم السلام وهم الأكثرية في العراق من وعد بذور الفتنة الطائفية والعرقية التي حاول أعداء التجربة الديمقراطية في العراق إشعالها بين فترة وأخرى داخل المجتمع العراقي وقد فشل المغرضون بفضل وعي وحكمة العراقيين وتمسكهم بمنهج إسلامهم الأصيل الذي ينبذ العنف والفرقة بين الشعوب والمجتمعات وبفضل مرجعيتهم العليا ويدعو إلى الحوار والحكمة والموعظة الحسنة ويؤكد على احترام الخصوصيات المجتمعية وحقوق الناس في اختيار ما يؤمنون به فلا إكره في الدين ولكل حريته في الاعتقاد والتفكير والرأي بهذه النظر المنفتحة والواعية والحكيمة استطاع العراقيون أن يتجاوزوا فوارق الاختلاف في العقيدة والمذهب ومضوا نحو بناء الدولة والمجتمع المدني الذي يؤمن بحق الفرد العراقي في اختيار دينه ومذهبه على قاعدة كلكم لآدم وآدم من تراب إنني أدعو إلى إمعان النظر في التجربة العراقية لاستخلاص العبر والدروس منها ولاسيما في حقل الاجتماع السياسي وكيف استطاعت السياسة العراقية الوطنية أن تتبنى مبدأ المشاركة المجتمعية في الحكم وتزيل الفوارق التي تبعتها الأنظمة القمعية الشمولية السابقة التي كانت تصنف المواطنة العراقية على أساس القومية والمعتقد والطائفة كذلك استطاعت التجربة العراقية ترسيخ مبدأ المواطنة انطلاقا من مفهومها الإسلامي فحب الأوطان من الإيمان وقد شكل أتباع أهل البيت عليهم السلام مثلا يحتذا في الدفاع عن حقوق العراقيين أينما كانوا في كل شبر من أرض العراق من خلال دفاعهم المقدس عن وطنهم ضد داعش الإرهابي في الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة وغيرها من المناطق التي تعرضت إلى اعتداء هذه الزمر الإرهابية الظلامية أسأل الله أن يديم الأمن والأمان والسلام في العراق والعالم جميعا وأن يعم الاعتدال والحكمة في العالم كله بعيدا عن التطرف والانغلاق والبغضاء متمنيا لمؤتمركم النجاح والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته